بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد اثنين معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العهجان في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق أعزائي الطلبة تطرقنا إلى أنواع التليسكوبات وذكرنا بأنه تعد التليسكوبات الأدات الأساسية التي يستخدمها الفلكيون في رصد النجوم والأجرام السماوية وقد تطورت التليسكوبات كثيرا وتنوعت مما ساعد على رصد الأجرام البعيدة باستخدام نطاقات مختلفة من الطيف أيضا في درسنا السابق أعزائي الطلبة تعرفنا على تليسكوبات الضوء المرئي وذكرنا بأنها كانت تليسكوبات الضوء المرئي أول أنواع التليسكوبات التي استخدمها الفلكيون بعد ذلك تعرفنا على التليسكوب الكاسر في هذا النوع من التليسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ذكرنا بأنها تستخدم فيه عدسة حيث ينكسر الضوء عند مروره من خلالها نظرا لاختلاف معامل الإنكسار بين مادة العدسة أي الزجاج والهوى أيضا ذكرنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من أهم مزايا وعدم تأثر العدسة بمرور الزمن وسهولة صيانتها بتنظيفها بالكحول والماء المقطر ومع ذلك ذكرنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ومع ذلك فإنه غير شائع الاستعمال في الأرصاد الفلكية الحديثة ربما لعيوبه التالي وذكرنا من هذه العيوب إن العدسة ذات القطر الكبير تكون ثقيلة الوزن ويتركز سمكها في وسطها أما أطرافها فتكون أقل كثيرا في السمك وتحمل عادة من أطرافها مما قد يعرضها لبعض الإنحناءات وتغير الشكل تحت تأثير وزنها الكبير أيضا ذكرنا من ضمن العيوب أنها غير منفذة لبعض الضوء فالضوء المرئي يضعف بشكل قوي عند مروره من منتصف العدسة أي من خلال الوسط السميك من الزجاج أما الإشعاع فوق البنفسجي فيمتص أغلبه بزجاج العدسة أيضا ذكرنا من ضمن العيوب عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وأهم عيوب التلسكوب الكاسر هو الزيغ اللوني وهو من العيوب المتعلقة بالعدسات عموما وتتلخص فكرتهم في أن الضوء الأبيض أي المركب عند مروره من خلال عدسة مفردة فإن الأطوال الموجية المختلفة المكونة للضوء الأبيض تنكسر بزوايا مختلفة ثم تجتمع في أماكن مختلفة بحيث أن بؤرة الأطوال الموجية القصيرة الأزرق تكون أقرب للعدسة أيضا ذكرنا بينما بؤرة الأطوال الموجية الطويلة تكون بعيدة نسبية عن العدسة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وذكرنا كمثال على ذلك تلسكوب مرسا دياركس الذي يبلغ طول أنبوبته حوالي 20 متر أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ذكرنا في درسنا السابق عند اختيار نوع الزجاج المصنع لكل عدسة بعناية فإن هذا العيب سيتلاشى تماما لطولين موجيين معينين ولكن لا يمكن جمع أكثر من لونين في بؤرة واحدة بعد ذلك ذكرنا في درسنا السابق أو تعرفنا في درسنا السابق على الزيغ الكروي وذكرنا بأنه هو نوع من التشوه يحصل للصورة بسبب أن الأشعة النافذة من أطراف العدسة تكون بؤرتها قريبة من العدسة بعكس النافذة بالقرب من مركز العدسة بعد ذلك تعرفنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة على التلسكوب العاكي وذكرنا في هذا النوع أنه اخترع التلسكوب العاكس للتخلص من الزيغ اللوني المتعلق بالعدسات أيضا ذكرنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في درسنا السابق وتوجد تصميمات عديدة للتلسكوب العاكس مثل التلسكوب النيوتوني أيضا هناك نوع يسمى بالتلسكوب كاسجرين المشكلة التي تعاني عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة منها التلسكوبات العاكسة هي الزيغ الكروي وذكرنا بأنه يحدث عند استخدام مرآة كروية أي جزء من الكرة فالأشعة المنعاكسة من أطراف المرآة تجتمع في بؤرة أقرب في بؤرة أقرب للمرآة بينما الأشعة المنعاكسة بالقرب من مركز المرآة تجتمع في بؤرة أبعد وبمعنى آخر أن للمرآة الكروية أكثر من بعد بؤري وهذا يسبب تشويها للصورة بعد ذلك تطرقنا لعملية التصحيح وذكرنا بأنه يمكن يصحح هذا العيب بطريقتين ذكرنا الطريقة الأولى بأن يجعل المرآة الرئيسة على شكل قطع مكافي فحينها تجتمع جميع الأشعة المنعاكسة من كافة نقاط المرآة في نفس البؤرة أما بالنسبة للطريقة الثانية ذكرنا باستخدام عدسة تصحيح توضح أو توضع أمام المرآة الكروية الرئيسة في مقدمة المنظار هذه الطريقة تعطي كفاءة عالية ومجالات رؤية أكبر في السماء أيضا ذكرنا بأن أغلب التلسكوبات شيوعا هو النوع العاكس السبب في ذلك لأنه أقل تكلفة وأسهل في التصنيع فالمراية أسهل في التصنيع من العدسات أيضا توجد ميزة مهمة أخرى وهي أنه يمكن تصنيع مرآة بؤري قصير وهي أفضل وأسرع في التصنيع بالإضافة إلى أنبوبة التلسكوب تكون قصيرة وهذا لا يتطلب قبة كبيرة المساحة أيضا ذكرنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في درسنا السابق كما تم التعرف على تقنية جديدة بحيث يتم في هذه الأيام إنتاج جيل جديد من التلسكوبات الضخمة والتي يكون لها عدة مزايا تعطي في النهاية كفاءة مرآة أكبر وكذلك تعرفني على الفلاتر الطيفية كما هو واضح فيها الشكل 12-3 في موضوعنا لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالب يتبع لموضوع أنواع التلسكوبات ولكن في البداية دعونا نتساءل كالعادة من خلال سؤالنا التي هي التفكير عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ما أفضل؟ تلسكوبات الأشعة فوق البنفسجية في التقدم في المراصد عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إن هذا التقدم في المراصد تقدم هائم في تقنية التصميم وكذلك الحاسبات الآلية والقفزة الواضحة في دراسة المواد ساعد على النهوض بالتلسكوبات لنشهد في هذه الأيام جيلا جديدا من التلسكوبات أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أحد التغيرات التي حدثت في التلسكوبات الجديدة هي عملية استخدام مرايا هذه المرايا خفيفة ببعد بؤر قصير وبرغم قلة وزن المرآت إلا أنها أشد صلابة من ذي قبل كما أن بناء تلسكوب بمرآت كبيرة عشر أمتار مثلا يعد من الأفكار الحديثة حيث يتم تركيب عدة مرايا تكون مجموعة قوتها مكافئة لمرآت واحدة بقطر عشر متر وهذه تعرف بالتلسكوبات المتعددة المرايا وهذه التلسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تتميز أو ما يميزها بقدرة عالية على الرصد الأجرام السماوية الأجرام السماوية والجرام السماوي البعيد وفي مرصد كيك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة كما هو واضح معنا في الشكل 13-3 يوجد تلسكوب هذا التلسكوب متعدد المرايا فهو يتكون من 36 مرآة سداسية الشكل بوزن 14.4 طن وكل مرآة منها لها قطر تقريبا 1.8 متر وسمك 75 مليمتر ويتم ويتم التحكم في كل مرآة على حدة بحيث تعطي الكفاءة المطلوبة في التصوير نلاحظ هنا في الشكل 13-3 منظر جوي للقبتين التوأمين لمرصد كيك وكذلك الفتحتان للكشف عن تلسكوبات كيك 2 على اليسار وكيك 1 على اليمين هذا كيك 1 وهذا كيك 2 أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ونظام التحكم في المرايا يمكنه أن يحرك أي مرآة مسافة 0.001 من ألف من سمك شعرة الإنسان وبالطبع هذه دقة عالية في تحريك المرايا وتبني حاليا دول أوروبا مع تلسكوب متعدد المرايا قطره 16 متر أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة كما أن بناء تلسكوبات الضوء المرئي للعمل في الفضاء الخارجي يعني زيادة الكفاءة الرصدية وأول هذه تلسكوبات تلسكوب هابل الفضائي HST له الرمز 2.4 متر وقدرة تفريقهم واحد من عشر ثانية قوسية وقد أرسل عزيزي الطالب عزيزتي الطالب لنا العديد من الصورة التي نراها لأول مرة عن نويات المجرات وكذلك الكوازرات وغيرها الكثير ومن أحلام الإنسان التي لا تتوقف أن يبنى مرصدا فوق سطح القمر بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف على النوع الثاني من أنواع التلسكوبات التلسكوبات الراديوية في هذا النوع عزيزي الطالب يستخدم التلسكوب أو يستخدم التلسكوب الراديوي هواء الدوش كما هو واضح معنا في الشكل 14-3 في رصد الأشعة الراديوية الصادرة من النجوم وقد تم بناء كثير من هذه التلسكوبات في أماكن كثيرة من العالم وقد أصبح هذا النوع من التلسكوبات عظيم الأهمية حيث أن هناك أنواع من المجرات تشع بصورة قوية في نطاق الأشعة الراديوية مثل ما يعرف بالكوازار أيضا لازلنا في التلسكوبات الراديوية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ومن المعلوم أن قوة التفريق تتدنى بزيادة الطول الموج وبما أن الموجات الراديوية طويلة المدى فإن الصور تكون غير واضحة ومشوشة ولتفادي هذه المشكلة فإن تكبير قطر التلسكوب الراديوي يحسم من قوة التفريق لذا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة صممت التلسكوبات الراديوية بأحجام كبيرة جدا ويوجد في ألمانيا أكبر تلسكوب متحرك وقدره مئة متر ومن الممكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من الحصول ومن الممكن الحصول على صورة فائقة الدقة والوضوح بعمل منظومة التلسكوبات الراديوية أو بما يسمى بترتيب ضخم جدا اللي هو الـ كتلك التي في نيو مكسيكو وتتكون من 27 تلسكوب راديوي بقطر 27 متر للواحد وتنتظم على شكل حرف الواي لتعطي مساحة قطرها 27 كيلو متر هذه المنظومة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تنتج منظر راديوي للسماء بدقة عالية للغاية مقارنة بأفضل تلسكوب راديوي وقد تم استخدام الموجات الرادوية في دراسة المجموعة الشمسية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وذلك كقياس وتضاريس الجرم ورصد مجالها المغناطيسي كما هو واضح معنا في صورة مجال المشتري الشكل 15-3 نلاحظ هنا بالنسبة للمجال المغناطيسي للمشتري وكذلك في عملية رصد الأجسام الخافتة أو المستترة خلف سحابة من الغبار بين نجميك إشارة النجوم النابضة الكوازارات كما هو واضح معنا هنا في الشكل 16-3 ويتم ذلك بعملية إرسال موجات راديوية للجرم المراد دراسته ثم استقبال الموجات المنعكسة منه وتسمى أشعة رادارية وتقوم بعملية دراستها بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة دعونا نتعرف على النوع الثالث من أنواع التلسكوبات كما هو واضح معنا بتلسكوبات الأشعة تحت الحمرة في هذا النوع من هذه التلسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تشبه تلسكوبات الضوء المرئي إلا أنها تستخدم أنواع مختلفة من الأفلام الحساسة للأشعة تحت الحمراء وكذلك الكاشف من النوع CCD وفي الحقيقة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة فإن كفاءة الرص في الأشعة تحت الحمراء زادت بصورة قوية من خلال الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي الفلكي للأشعة تحت الحمراء ما يرمز له واختصالا ل IRAS وهو مشروع الدولي بين عدة دول لرصد الأشعة تحت الحمراء من 12 إلى 100 مايكرون بتلسكوب 57 سنتيمتر كما هو واضح معنا في الصورة القمر الصناعي L-I-R-A-S للأشعة تحت الحمراء وقد تم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بواسطة هذه أو بهذا التلسكوب رصد أكثر من 200 ألف أكثر من 200 ألف مصدر للأشعة تحت الحمراء وأغلبها يتعلق بتكوين النجوم داخل مجرتنا كما أنه تم تركيب مطياف للأشعة تحت الحمراء على تلسكوبات الضوء المرئي حتى يمكن الرصد في هذا النطاق المهم من الأشعة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وقد استخدمت الطائرات أيضا لتحمل في تلسكوبات للرصد على ارتفاعات عالية وقد أرسلت الدول الأوروبية قمرا صناعيا إلى الفضاء لرصد الأشعة تحت الحمراء ما يعرف أو اختصارا بالـ ISO أما بنسبة للنوع الرابع من أنواع تلسكوبات عزيزي الطالب عزيزتي عزيزتي الطالبة ندينا هنا تلسكوبات الأشعة السنية والأشعة فوق البنفسجية لا بد من رصد تلك الأشعة عزيزي الطالب خارج الغلافة الجوي للأرض وذلك لأن الغلاف الجوي للأرض يمنع دخول هذه الأشعة تماما وبالفعل تم رصد هذه الأشعة بواسطة رحلات الفضاء وأفضل تلسكوبات الأشعة فوق البنفسجية ذلك المسمى مكتشف الأشعة فوق البنفسجية الدولي أو ما يعرف بـ LIUE ويعرف باسم إكسبلورا 57 والذي بدأ العمل به في عام 1978 وقطرة مرآة التلسكوب 045 من 100 مترا وكاشفات ترصد في الأطوال الموجية من 1150 إلى 3200 أنجستر أيضا بالنسبة للتلسكوبات الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية عزيزي الطالب لقد تم الحصول على صورة دقيقة للطبقات الداخلية للشمس وما يخرج منها من أشعة السينية كما أنه في عام 2008 تم تجهيز مرصد فيرمي لأشعة جاما للعمل في الفضاء الخارجي ولرصد الأشعة السينية وأشعة جاما عزيزي الطالب عزيزتي الطالب فإنها تحتاج لتقنية خاصة وأفضل التلسكوبات التي تعمل في هذا المدى هو مرصد شاندرا الفضائي كما هو واضح في الشكل 17-3 نراحظ هنا صور لسدم بنطاق الأشعة السينية بواسطة مرصد شاندرا والشكل 18-3 يوضح لنا مرصد شاندرا الأشعة السينية كذلك بهذه الأنواع المختلفة من التلسكوبات يمكن معرفة الكثير من المعلومات المهمة عن الأجرام في السماء وما تحتويه من خفايا لم نكن نعرفها دون هذه المراسل في تقويمنا الختام لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أفضل رصد ممكن للكوازرات يكون بواسطة واحد منظار أشعة كامة اثنين منظار الأشعة السينية ثلاثة المنظار الراديوي أربعة المنظار البصري أحسنتم بارك الله فيكم الجواب الصحيح هو المنظار الراديوي رقم اثنين عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة كيف يستطيع الفلكيون رفع كفاءة التلسكوبات أحسنتم الجواب على ذلك بطرق مختلفة أولا باستخدام تقنيات متطورة لتصنيع المرايا والعدسات ثانيا استخدام أجهزة استشعار ومعالجة رقمية للبيانات ثالثا اختيار مواقع مناسبة للتلسكوبات بعيدة عن التلوث الضوئي والغبار والرطوب في الخلاصة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تطرقنا لأنواع التلسكوبات لدرسنا لهذا اليوم وتحديدا تلسكوبات الراديوية وتلسكوبات الأشعة تحت الحمراء وتلسكوبات الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم